بدأت العديد من الدول بطرح تقنية 5G تجارياً عام 2019 وتغطي الشبكة حالياً 7% تقريباً من سكان العالم ومن المتوقع أن ترتفع النسبة إلى 20% بحلول عام 2025 لكن محاولات لتطوير تقنية الشبكات الجيل السادس تبرز على جانب آخر ولا تزال شبكات الجيل السادس بمثابة أحاديث نظرية في طورها الأول وأمامها في بعض التقديرات عقد لتصبح حقيقة واقعة فوفق خبراء سيتم الانتهاء من تطوير شبكات 6G بحلول عام 2028 على أن يبدأ ظهور المنتجات التكنولوجية التي تعمل بها بحلول عام 2030 وفيما يتعلق بخصائص الجيل الجديد فمن المتوقع أن تصل سرعة هذه الشبكات أكثر بمئة مرة من الجيل الخامس وأن تقدم تقنيات تكنولوجية كانت تصنف لفترة طويلة ضمن الخيال العلمي ووفقا للتصورات النظرية ستسمح شبكات الجيل السادس بتكامل الدماغ البشري مع أجهزة الكمبيوتر وستعمل على تحقيق الاتصال بين الأشخاص وأشياء مثل الأثاث والملابس بل اتصال هذه الأدوات والأشياء ببعضها بعضا إضافة إلى دعم عمل الأجهزة من دون بطاريات